الآن سنتحدث مشاهدين أعدي لكم اخبار اليوم متعلق بالاستحمام دراسة جديدة شو تقول؟ وتقولوا أن الحل الأمثل لتجاوز حالات الكسة الوافق دين الرغبة في القيام بأي عمل هو الاستحمام الباحثون في جامعة كينكستون البريطانية عملوا هالدراسة هذه جملة مجموعة من المشاركين وجدوا أن الاستحمام يساعد على تحفيز الدورة الدموية وينشط الجسم بشكل كبير وهذا يعزز الشعور باليقظة والطاق الباحثون قالوا اللي المسخونة والضيفة يساهم في تخفيف التوتر والقلق وهذا بتبيعة الحال يخلي مزاجنا أحسن وتركيزنا أعلى وحاجة أخر الدوشة والاستحمام هذا لازم يكون إلى مدة 15 دقيقة فقط ويحقق نتائج ملحوظة في تحسين الانتاجية والرغبة في العمل والنتائج هذه تعتبر خطوة مهمة ورشة ليش؟ لفهم كيف يمكن للروتين اليومي أن يؤثر على صحتنا النفسية وينصحون الخبراء بعد هذه الدراسة هذي يقولوا أنه يجب إدخال الاستحمام كجزء من العادات اليومية خاصة خاصة في الأوقات اللي يشعر فيها الشخص بالكسل والإحباط تسجلوا إذا عندكم مليح غيروا هالعادة بالنسبة للناس ربما لي هكذا بعيد عليه شوية هوا قالوا أنه تساعدنا تحسن مزاجنا وتخلي إنتاجيتنا أعلى اشتركوا في القناة